وفي اليمن جددت ساميليشيات الخوثية استهداف مطاحن البحر الأحمر بعد ساعات من قصفها مجمع إخوان ثابت التجارية والصناعية وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات استهدفت بقضائف الهون المطاحنة في الأحياء الشرقية للمدينة التي تخزن فيها كميات كبيرة من الخبوب وأشرت إلى أن قضيفة سقطت بجوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من القبح التابعة لبرنامج الغداء العالمي التي تلبي احتياجات أكثر من ثلاثة ملايين جائعة